من بين 1541 بلدية في الجزائر تم اختيار بلدية أولاد بن عبدالقادر بولاية الشلفة من ضمن البلديات العشر النموذجية لإطلاق برنامج كافدل التابع لهاية الأمم المتحدة البرنامج يهدف إلى دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية وترقية منهجيتها وإشراك المواطنين في تسير الشأن العام المشروع عنده عمره 4 سنين حتى 31 ديسمبر 2020 موقع كما سمعته بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وفوضية الاتحاد الأوروبي هي المموه الرئيسي بنسبة 8 ملايين يورو لهذا المشروع المحاضرون أكدوا أن المشروع جاء كثمرة لسياسة رئيس الجمهورية منها ترقية دور الشباب والمرأة في التنمية المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وهذا المشروع يمس عشر بلديات ويستمر إلى غاية 2020 نحن في صدد انطلاق المشروع على مستوى بلدية أولاد بن عبد القادر بولاية شلف محطة ثامنة للانطلاقات على المستوى المحلي سوف نتنقل الأسبوع المقبل إن شاء الله إلى بلدية الخروب بولاية قسنطينة وبعد ذلك إلى بلدية بابار بولاية خنشلة هذا البرنامج الأممي الذي تبنته مصالح وزارة الداخلية لا يزال في حاجة إلى تفعيل وشرح واسع ومعظم المتدخلين من المجتمع المدني طالبوا بتحقيق انشغالات شخصية فيما يكمن هدف المشروع تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجماعات المحلية ترجمة نانسي قنقر